بسم الله الرحمن الرحيم هلأ رح نبلش بآخر فيديو بشابتر 1 هيك بنكون شرحناك كلياته بطريقة واضحة وسهلة إن شاء الله إنه كانت الفيديوهات بتساعدكم على فهم المادة السكشن هذا 1.7 يكتير بسيط وصير بس يبيشرح لنا بعض المسميات للماتريسيز وهلأ رح أحكي لكم إياهم وإن شاء الله يعلقوا ببالكم أول مسمى عنا اسمه Diagonal Matrix شو يعني Diagonal Matrix يعني الماتريكس اللي عندنا بده تكون أول إشي n by n يعني square matrix بده تكون مربعة وبده يكون كل يلي فيها أصفار عداء القطر هذا ال Diagonal نلاحظ إنه هدول كلهم zeros عداء هذا الخط خلينا نجرب نطلع الانفرس تباحا علشان نستنتج قاعدة الانفرس تباحا بيحكي لنا a to the k كيف بدنا نطلعه رح يضلوا هدول zeros الثلاثة الخانات البقية ونيجي له هدول بيحكي لنا a to the k يعني حنقول 9 to the k 8 to the k and 4 sorry هاي هون 4 to the k يعني الانفرس تباح شو رح يكون 1 over 9 1 over 8 1 over 4 يعني هاي من أسهل الماتريسيز إنه إحنا نطلع لهم انفرس والباقي كله zeros شو لنا بس على هذا وهدا السبب انه اسمها Diagonal Matrix في اشي بيحب انه بيهلا له نقطة كتير مهمة لازم نحفظها بيحكي لنا انه Diagonal Matrix is inverse only if all the entries are all non zero ممنوع ولا واحد من هدول يكون zero ولا واحد منهم كلهم لازم يكونوا أعداد تانية نيجي للتسمية التانية اسمها Upper Triangular يعني خلينا نحكي المثلث ياللي جاي فوق والتانية لولت Lower Triangular وهم التنتين عاكس بعض Upper Triangular منلاحظ إنه في عندنا مثلث جاي فوق وال Lower Triangular منلاحظ إنه في عندنا مثلث جاي في الأسفل خلينا نستنتج إشي عن الترانسبورت تبعهم Upper Triangular وال Lower Triangular طبعا الباقي كله zeros احنا عم ناخد الأعداد التانية نعمل كل row column وكل column row ورح يصير لنا 3 4 8 0 2 19 008 رح نلاحظ إنها قلبت Lower Triangular يعني الترانسبورت بيعكسهم خلينا نكتب هذا 9 0 0 10 1 0 7 6 18 رح نلاحظ إنها صارت Upper Triangular هاي برضو بتسهل علينا الحل وبتخلينا نتأكد إذا حلنا صح أو خلط رح ناكي شوية قواعد عن Symmetric matrices شرحناهم بفيديو قبل بس خلينا نتذكر مع بعض شو هو مفهوم Symmetric مفهوم Symmetric If A equals A transport رح تكون Symmetric حالة كثير كثير خاصة من الماتريسيز فبحكينا ربعنا 2 matrices هم A و B وكانوا Symmetric A transport رح تكون Symmetric A plus B رح تكون Symmetric و K by A رح تكون Symmetric If A is a constant هدولي الثلاث قواعد أخدناهم قبل بس هلأ بنثبتهم كما مروا وبنعيدهم لو جمعنا 2 Symmetric matrices رح يكونوا Symmetric الترانسبورت تبعي Symmetric Symmetric والSymmetric لو ضربناها بأني constant رح تكون Symmetric بحب أنبه لأنه inverse matrix by inverse matrix equals inverse matrix but Symmetric matrix by Symmetric matrix مش شرط تعطينا Symmetric ممكن تعطينا Symmetric وممكن اللي تعطينا إياها ما يكون Symmetric فهاي مش قايدة بس ال-inverses هاي قايدة وهيك رح تكون خلصنا Chapter 1 وشرحناه كلياته بطرق سهلة وبطرق مباشرة وإن شاء الله إنكم درستو كلياته بكفاءة وإن شاء الله إنه كتير منيح وطبعا رح نكمل مع بعض باقي للشابترات لو عجبوكم الفيديوز وفبتو Chapter 1 ساووا Subscribe وطبعا فعلوا الجرس عشان شوفوا كل الفيديوهات اللي رح أنزلها شرح لقدام شكرا لحسن متابعتكم وGood luck شكرا لحسن بش patterns شكرا لحسن الكس Åقelect